حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام ويزيد قال أخبرنا هشام قال حدثني يحيى عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن المؤمن كقتله ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذيب به في الآخرة وليس على رجل مسلمي نظر فيما لا يملك ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله ومن حلف بملة سوى الإسلام كذبا فهو كما قال قال حدثنا عبد الرزاق حدثنا سفيان عن خالد الحذائي عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بملة سوى الإسلام كذبا متعمدا فهو كما قال قال من قتل نفسه بشيء عذبه الله به في نار جهنم قال حدثنا عبد الصمد حدثنا حرب حدثنا يحيى قال حدثني أبو قلابة قال حدثني ثابت بن الضحاك الأنصاري وكان ممن بايع تحت الشجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف علي مئن بملة سوى الإسلام كذبا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة وليس على رجل نذر فيما لا يملك قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا سليمان الشيباني حدثنا عبد الله بن السائب قال سألت عبد الله بن معقل عن المزارعة فقال حدثنا ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة قال حدثنا عفان قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على ملة سوى الإسلام كذبا فهو كما قال وليس على رجل نذر فيما لا يملك ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن خالد عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك وكان من أصحاب الشجرة ثم قال بعد أوي عن رجل عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بملة سوى الإسلام كذبا متعمدا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء أو ذبح ذبح ذبحه الله به في نار جهنم حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوبا عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسه بشيء عذب به ومن شهد على مسلمين أو قال مؤمئ بكفر فهو كقتله ومن لعنه فهو كقتله ومن حلف على ملة غير الإسلام كذبا فهو كما حلف حثنا علي بن عاصمين عن خالد عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بملة سوى الإسلام كذبا متعمدا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله في نار جهنم ترجمة نانسي قنقر